أعلن المخرج حسني صالح أمس الأحد 31 مايو 2020 عن وفاة المنتير أمين عبد الرازق متأثرا بفيروس كورونا وأكد حسني صالح للوطن أن مرض كورونا هو السبب وراء وفاة المنتير فهو يعتبر أهم منتير في تاريخ الدراما رحمه الله ونشر القص دهوت أمس انتقل إلى رحمة الله الحج أمين عبد الرازق أهم منتير في تاريخ الدراما الشجرة المسمرة أوراقها تتساقط ادعو له بالرحمة الله يرحمه ده المخرج حسني صالح لنشر الخبر المؤسف دهوت ويذكر أن المنتير أمين عبد الرازق عدد من الأعمال منها الملك لير للفنان يحيى الفخراني ومسلسل بر الدنيا للفنان شريف منير وسكة الهلالي محمود المصري لدواعي أمنية وعدد آخر من الأعمال ونشوف دلوقتي بقيت الأربع فنانين اللهم رحلوا في خلال يومين فقط السبت 30 مايو 2020 والحد 31 مايو 2020 أربع فنانين في خلال يومين فقط توفي الأحد 31 مايو 2020 الفنانة السورية المعروفة هيام تعمى عن عمر الناهز 58 سنة بعد صراع مع مرض السرطان في دولة هولندا هيام تعمى ولدت في 18 أغسطس 1961 بحلب وتخرجت في دار المعلمات في سوريا وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم نفس الأطفال من باريس وعملت في التدريس واشتركت مع دوريد لحام في مصرحية كاسك يا وطن واتجهت للغناء كما مثلت في السينما في العديد من الأفلام المصرية منها غريب فيلمينة وهي والعملاق وتم تقواله وانتبهوا أيها الأزواج وعائلة مشاغبة جدا الله يرحمها دي هيام تعمى كان معها الجنسية الهولندية وهنشوف دلوقتي معاناتها مع مرض السرطان ربنا ما يوري حد وهنا مع سعيد صالح لقطات من أفلامها كان فيه إسعاد يونس وسعيد صالح في نفس الفيلم وهنا يونس شاربا لا يرحمه ونجاح الموجي لا يرحمه كلهم أبطال معرفين ومشهورين في زمن الفن الجميل وهنا مع دوريد لحام شبكته في كاسك يا وطن وهنا كتبت في 3 فبراير في المستشفى وهو زيارة جارات الهولنديات لية مؤخرة نشرة صورتين دولة هنشوفهم دلوقتي هدي صورة منهم هنا في المستشفى على سرير المرض الله يرحمه مرض ما بيسيبش حد في 24 ديسمبر 2019 كتبت مرة سنة وشهرين وأنا في المستشفى للعلاج من مرضي الخبيث السرطان أنا اليوم بعمل سكانر للمرة السبعة دعوتكم كأني تعودت المرض وهنا البوست ده هوت مؤثر جدا في 1 أكتوبر 2019 كتبت منذ بداية مرضي وعلاجي هنا في هولندا وأنا أكتشف أشياء في طرق العلاج كانت مفاجأة بالنسبة لي وأهمها بالنسبة لمرضة السرطان وهو ما أعاني منه استراتيجية في العلاج أتمنى لو تتطبق في بلدنا وفي الشرق الأوسط خاصة وخصوصا العلاج الكيماوي وتساقط الشعر وكيف هي يساهم المستشفى بدفع تكاليف وتمن الشعر المستعار لرفع معنويات المريض المستشفى بيجيب للمرضى باروقات وجزء كبير من تكاليف العلاج الباهز التمن لمدة محددة المستشفى برضو بيساهم فيه وجزء كبير من العلاج يتكلفه المريض نفسه وليس مجانا جميعه أي بالمية مية ولكن جزء كبير على الدولة والباقي بيتكلفه المريض نفسه حاليا ولكن من عشرين سنة مثلا كانت شركات التأمين والدولة تتكفل بكل شيء ما أقصده لماذا لا نقوم نحن ومجموعة من المهتمين بالعلاج النفسي لضحايا هذا المرض الذي أصبحت نسبة الشفاء منه كبير هذه الأيام ونطعاقت مع شركات هنا في هولندا بما أنني مواطنة هولندية من سنوات ونساعد المستشفيات في بلدنا من أجل تكلفة بسيطة للشعر المستهار لمريضاتنا لأن هذا الموضوع يهم النساء طبعا لأن الشعر هو تاج المرأة ويساهم نفسيا لرفع معنوياتهم من معي في هذا الموضوع ست عصيلة وهي في عز مرضها بتفكر في الخير لبلدها وللمريضات بالسرطان في بلدها وإزاي ترفع من معنوياتهم الله يرحمه ونشوف دلوقتي نبزع الحسن حسن حسنين فنان الكبير توفيت الأحد 31 مايو 2020 الفنانة المعتزة لعفاف شاكر أخت الفنانة الراحلة شادية من والدتها في أمريكا حسب ياسمين شاكر ابنة شقيقاتها وكتبت البوست دهوت إن لله وإن إليه راجعون نور الحياة على فكرة اسمها نور الحياة نور الحياة انطفقت بين فكوسين الفنانة عفاف شاكر ادعوا لها بالمغفرة والرحمة ومن المقرر أن تدفن الفنانة الراحلة في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورميا بالولايات المتحدة الأمريكية بجوار حفيدتها وتزوجت الفنانة المعتزلة التي قدمت آخر أعمالها عام 1964 لفترة قصيرة منها الفنان كمال الشناوي وعاشت فترة من حياتها في السودان وشاركت في عدة إعلانات خلال فترة شبابها بجانب العمال الفنية وولدت في 15 يونيو 1929 الله يرحمها هي اللي على الشمال طبعا في شبه كبير بينها وبين شادية وهنا من أحد أعمالها وهنا وهي بالبوس شادية الله يرحمهم بصورة نادرة لهم مع بعض هي جوزت كمال الشناوي فترة من الوقت بدأت حياتها الفنية في سن العشرين في أواخر الأربعينيات من خلال فيلم ملاك الرحمة مع عفاة الحمامة وإخراج يوسف وهدي عفاف شاكر هي الأخت القبرى للفنانة شادية وولدت في 7 أكتوبر واسمع الحقيقي نور الحياة علي أجل وولدت نور الحياة أو عفاف شاكر في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي أجل وهو من عائلة تركية سرية وكان أدمرل في الأسطول البحر التركي وتوفي والدها في أحد الحروب في عشرينيات القرن الماضي ثم تزوجت والدتها من أحمد كمال الدين شاكر وهي لديها بنتان وهو معفاف وسعاد الله يرحمها ودي آخر صورها وعنشوف غادر جثمان الفنان الراحل حسن حسني ليوم السبت 30 مايو 2020 مستشفى دار الفواد بالمؤنسين إلى مقابر الأسرة على طريق الفيوم الله يرحمه وحضر عدد قليل من النجوم في مقدمتهم المطرب الشعب سعاد الصغير والفنان محمد الصاوي والفنان مونير مكرم صلاة الجنازة عليه أمام المقابر بحضور الأسرة والأقارب ده مدفن بتاع أسرة الفنان حسن حسني تم دفنه اليوم وتوفيه صباح اليوم وهنا هما بيصلوا عليه كان فنان محبوب جداً من الشعوب العربية كلها طبعاً كله اللي جيه بالكمامات عشان فيروس كورونا اللي قال بالعالم كله ربنا يرفع الوباء ده عن العالم كله وفي تكريمه مؤخراً قبل وفاته بكر راحل الكبير قائلاً أنا سعيد أوي وفرحاً أوي إنهم لحوا يكرموني وأنا لسه عايش بكلمكم بجد عشان أفرح بالتكريم ده وأنا مستيكو لسه فشكراً أنا سعيد بيكو أول ألف شكر وأنا أثناء تكريمه كان جنبه صلاح عبدالله سنده محمد هينيدي طبعاً كان أول من قم ببنعية ومشر الصورة دي يطلي معاه وكتب وجعت قلبي عم حسن إن لله وإن إليه الراجعون وهذه الصورة اللي نشرها طبعاً كان شاركه قبل كده في أفلان حسن حسني مولود 15 أكتوبر 1931 ممثل مصري ولد في حي الألعة لعب مقاول أي أنه الآن واليوم أتم حوالي تقريباً 89 سنة هذا العمر الطويل لم يكن خالياً من متاعب ومعاقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة ففي سن السادسة فقد والدتي التي وفتها المنية في سن مبكرة وهو الحلس الذي أصبح عليه هالة من الحزن الدفين وفي المدرسة الابتدائية وتحديداً في مدرسة الردوانية عشق التمثيل الذي عبر عنه على مصرح المدرسة ويذكر أنه قدم دور انطونيو في إحدى الحفلات المدرسية وحصل من خلاله على كأس التفوق بمدرسة الخدوية كما حصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم فيما حصل على شهادة التوجيهية عام 1956 وقال استطعت عدسات الصحفيين التقاط صورة نادرة لزوجة الفنان الكبير حسن حسني فهو معروف عنه إبعاد عائلته عن الأضواء والشهر زوجته قلمة زعرض معه في أي أخبار أو أي حوارات صحفية ولكنها أزهلت الجمهور المشاهد للصورة فقد بدت مصرية عادية محجبة واتسمت بالبساطة والرقي كزوجيها الراحل هنا مع امراته الله يرحمه ودي صور تانية لي معها ونشوف بناته بعد شوية هنا في تكريمه من مركز الكاسوليكي في مارس 2013 جابها الفنان حسن حسني واحدة من أقصر المقاسي الكارثية في حياة أي شخص انتهت بوفاة قرة عينه ابنته دي بنته رشا اللي توفيت في 2013 حزن عليها كتير وكانت من أشد الأزمات النفسية اللي عانى منها بعد كده بداية المأساة عندما أصيبت رشا بسلطان الغدد ومع الوقت تدورت حالتها مما أكبر أسرتها المكونة من زوجها وأبنائها ووالدها الفنان حسن حسني على نقلها إلى مستشفى الشروق وبعد عدة أسابيع قضتها في المستشفى ساءت الحالة أكثر وأصبحت رشا في حالة خطيرة تنبئ باحتمالية وفاتها في أي وقت وخلال أسبوعين كان حسن حسني في أسوأ حالة نفسية قد يكون رغاه به أحد من قبل أصبح أكثر انتواح لدرجة أنه كان يصور مشاهده في مسلسل مزاج الخير بصعوبة شديدة يحضر وقت التصوير ويفر إلى ابنته بعدها على الفور ولا ينسى فريق عمل هذا المسلسل ذلك اليوم الذي كان فيه حسن حسني منهارا تماما عندما سألوه عن السبب أخبرهم بأن ابنته في حالة خطيرة بالمستشفى وبالكاد أقنعه المخرج مجد الهواري يومها بتصوير مشاهده حسن حسني فكر في عمل عمره لابنته وطار إلى الأراضي المقدسة ليتضرع ويدعو الله أن يشفي له ابنته إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفر وبعد عودته بيومين ساءت حالة رشا وأدت إلى وفاتها رشا ليست الابنة الوحيدة لحسن حسني حيث أن له ابنتين أخريتين كما أن ابنت زوجته وابنها مدير التصوير المعروف مصطفى فهمي هما بالنسبة له أبنائه أنا مع فاطمة عرسها دي فاطمة البنت الثانية أنا في زفافها ووالدتها جابها وصابرين دي فاطمة بنت عسن حسني الثاني ودي مروة بنته الثالثة عنده ثلاث بنات ورشا توفت الله يرحمه مصطفى هو سندية الذي يعتمد عليه في الحياة كما يقول حسن حسني دائما لكل من حوله ومن أكثر ما يحزن الجد حسن حسني بالإضافة إلى حزنها على فراق ابنتي رشا هم أولادها أو أحفاده والذين تركتهم والدتهم لمصير مجهول ولم يفارقهم حسن حسني منذ 2013 اللي هو منذ وفاة ابنته هنا كان محمود عبد العزيز بيعزي حسن حسني في وفاة بنته في 2013 قبل ما يتوفى طبعا محمود عبد العزيز كان منهار جدا حسن حسني الله يرحمه بداية الفنان حسن حسني عندما شارك بمسابقات التمثيل في المدارس فلفت الأنظار إلى مستوى أدائه وبالفعل جاءت بداية الستينيات ليجد نفسه ممثلا محترفا يتقاد عبرا عن عمل يحبه لدرجة العشق ويصبح عضوا في فرقة المسرح العسكري والتي كانت تابعة للكيش وقتها لم ينتبه إلى أنه سوف يكون ممثلا لشريحة معينة من الناس هم فقط من الجنود والزباط وأحيانا عائلتهم حيث كان يقدم عروضه على مصرح المتحدين للزباط وأسرين في شهر رمضان وكان ما ألمه في تلك الفترة عدم وصوله للجماهير على نطاق واسع مما سبب له أزمة شاركه فيها الفنان المبدع الراحل حسن عبدين حتى صدر قرار بحل المسرح العسكري عقب هزيمة 5 يونيو عام 1967 وقتها شعر الاسنان بالانفراجة ليبدأ كل منهما رحلة البحث عن فرصة عليه مسرحيات عديدة منها مسرحية عرابي مع المخرج نبيل الألفي ومسرحية المركب اللي تودي مع المخرج نور الدمرتاش وغيرها من المسرحيات التي حققت صدى طيب لدى جمهور المسرح وإلى جانب تلك المسرحيات قدم حسن حسني مع المخرج سامير العصفوري مسرحية كلام فارغ التي استمر عرضها لمدة 6 شهر وهو رقم قياسي بمقييس تلك الفترة وكان نجاحه في هذه المسرحية سببا في انتقال للمسرح القومي ثم المسرح الحديث الذي حققت من خلاله نجاحا آخر في حياته المهنية أهله للعمل في مسارح القطاع الخاص في بداية السبعينيات حينما انضم لفرقة التحية كاريوكا التي عامل فيها لمدة 9 سنوات قدم خلالها أجمل مصرحياته على حد تعبيره وفي مقدمتها ربابكيا وصاحب العمر وفي نهاية السبعينيات شارك حسن حسني في مساسة الأبناء العزاء شكرا والذي اشتهر باسم بابا عبده مع الفنان الراحل عبد المنعم مكبولي ومع مطلع السمانينات فتحت استوديوهات دبي وعجمان أبوابها للنجوم المصريين وكان من بينهم حسن حسني الذي صور أعمالا كثيرة لا يذكر هو نفسه عرادة وعرضت في دول الخليج بكسافة وقتها أطلق عليه أصدقائه لقب الممثل الطائر نظرا لتنقله بين استوديوهات عجمان ودبي بكسرة لتصوير العديد من أعمال الله يرحمكم جاء وعجبكم الفيديو ريتشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر